عقد اجتماع نيابي حكومي لمناقشة قرار زيادة مقاعد الطب في الجامعات حيث تمت مناقشة القضية بشكل شامل ومفصل وحضر الاجتماع نواب من مختلف الكتر البرلمانية بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين حكوميين ذوي اختصاص في مجال التعليم العالي تم الاجتماع ولكن للأسف تفاجأنا أن رؤس الجامعات تفاجأوا بالقرار كما تفاجأ فيه الشارع ولم يكن هناك تنسيق ما بين مجلس التعليم وما بين رؤسها الجامعات واستمعنا لرؤسها الجامعات وكان كل كلامهم أنهم يستطيعوا استيعاب أعداد أكبر نحن مع تنظيم مهنة الطب ومستوى الطب ولكن أن يكون القرار مفاجئ للطلبة ولذويهم وللمجتمع الأردني وأن يكون هذا القرار بهذه القسوة هذا كلام مرفوض كان يجب أن يكون هناك تدريج بتخفيض أعداد الطلاب وأيضا استشفينا من الاجتماع أن هذه مطالب دولية لاعتماد الدولي وهذا كلام عارع عن الصحة لأنه في تاريخ المملكة كاملة كان هناك طلاب يتخصصوا خارج المملكة هذا قرار يجب العودة عنه ويجب زيادة مقاعد الطب في الجامعات الرسمية نواب قالوا أن هناك تزمت حكومي شديد واعترض على زيادة مقاعد الطب في الجامعات وآخرون انتقدوا عدم وجود خطة واضحة لتنفيذ هذا القرار والأسف لقينا حتى كلام الوزير في بعض منه غير صحيح لدرجة أنه قام بعض رؤساء الجامعات وأكدوا أنه إحنا عنا طاقة استعابية يعني قام الجامعة الوردنية رئيس الجامعة الوردنية قال أنا عندي طاقة استعابية وبقدر أزيد العدد وقام رئيس جامعة اليرمو قال عندي طاقة استعابية وبقدر أزيد العدد والجامعة الرسمية كذلك وجامعة موتة كذلك فمعناته أنت يعني أنت بتخالف يعني قرار أمناء الجامعات وهم قالوا إحنا لما كنا نطلب مية كانوا يبعثونا متين وثلاثمية وأربعمية وهس لما طلبنا متين رحوا خفضوا النسبة وادونا مية فهم أصلا بيشتغلوا بعكس إرادة الجامعات للأسف على كل يعني نهاية الجلسة كانت إحنا توصيات أكثر من رأي كان بالنسبة وبالعداد إيش قال خفضها لثلاثين في المية بعدين السنة الجاي خمسين في المية والي بعدها سبعين في المية وإيش قال خمسين في المية آخر أكثر توصي توافق عليها الجميع أنه نضاعف العدد الطلاب المقبولين هذه السنة قد ما يكونوا يعني إذا كان العدد سبعمية بيصير ألف واربعمية إذا كان العدد ستمية وخفصين بيكون السنة الجاي السنة هذه ألف وثلاثمية فقال أنا فرد من مجلس التعليم العالي وإحنا فرد من تسعة بدنا ناخد موافقة الجميع وعلى هذا الأساس احنا كانت نهاية المطالب فهسا بدوا يجتمع مع مجلس التعليم العالي اللي هم مكونين تسعة أشخاص وياخذ موافقتهم على هذا الأمر بصراحة تحدثوا بصراحة وشفافية عن يعني مرونة العودة في القرار وزيادة عدد الطلبة المنتسبين وكان هناك توصية مباشرة من اللجنة بإعادة دراسة العدد وزيادة الأعداد إن شاء الله يعني فيه تخبط في مجلس التعليم العالي وإن شاء الله يعني رئيس اللجنة التعليم أخذ قرار أو توصية برفعها مع سعادة رئيس مجلس النواب على أساس أنه التوصية اللي هو زيادة الضعف العدد المنسبين زيادة للضعف ورفعها على دولة الرئيس ومناقشتها مع مجلس التعليم العالي حسب كلام وزير التعليم العالي أنه القرار حاسم بناءا على كلام القرار اللي هو مجلس التعليم العالي مجلس التعليم العالي مجلس متزمت وفعلا بده يدخل الأردن في أزمة ثانية ونحن بحاجة لأكثر من أزمات وفي نهاية الاجتماع تم رفع توصيات من النواب إلى مجلس التعليم العالي حول ضرورة زيادة مقاعد الطب في الجامعات وتشكيل لجة ستقوم بدراسة الجوانب المتعلقة بالموضوع لتنفيذ هذا القرار منتظرين النتائج من مجلس التعليم العالي راشد المعيطة الحقيقة الدولية